صالح كثيراك شباب ان شاء الله في هذا الفيديو سنعود مع بعض كرشوف لكن الملاسلات تدخل مع الكاباسيتر فأكيد كرشوف نسيناه إلى حد ما في هذا الفيديو سنعود مع بعض كيف نحل كرشوف كيف نحل كسيل كيف نحل كيفيل وبعد ذلك سنحل 3 أو 4 أسئلة التي تحتاجون كباسيتر لكن يحتاجون كرشوف أول شيء كرشوف كيف نحل كيف نستخدم كرشوف أما لقي عندي 2 باترز أو أكثر بلل المعبار يعني لدينا البطارية أو درايسير بلل اللي دي فأنا في هذا السؤال لازم أستخدم كرشوف طيب قبل أن أستخدم كرشوف كسيل وكفيل أنا لازم أعرف يعني إيه لوب ويعنيه نود أو جانكشن أو بوينت ويعنيه برانش اللوب دي الشكل المقفول سواء كان ريكتانجل أو سكوير أو ترانجل يعني أنا هنا عندي A B E F A ده لوب وعندي ده لوب والكبير خالص ده لوب عشان كده هنا عندنا كام لوب ثلاثة اقرأ سميهم كده ويجمع معي اللوبس اللوبس اللي بيتجمع فيهم ويتقسم منهم النقطة B والنقطة E يعني مثلا نقطة E A 2 خارجة منها A 3 خارجة منها لكن A 1 دخلة فيها هنا العكس هتلاقي B A 1 خارجة منها لكن A 2 دخلة في B و A 3 دخلة في B فدورة 2 points اللي عندنا وطالما عرفت ان انت عندك 2 points هتبقى عارف انت عندك كام فرعة أو كام وير أو كام سلك عندنا ثلاثة السلك ده والسلك ده والسلك ده عندنا 3 wires أو 3 branches كل وير بيتميز ان فيه current يعني الواير ده كله فيه I 3 الواير ده في I 1 الواير ده كله في I 2 اخر ملاحظة قبل لما نراجع على KCL و KVN هتلاحظ ان النقطة والنقطة اللي هما 2 points دول هم اللي قسمو لك عدد ال branches دي يعني انت عندك النقطة دي والنقطة دي قسمو لك 3 branches هتلاقي كل branches فيهم بدايته عند نقطة ونهايته عند نقطة طيب KCL كنا بنشتغله عند نود كارشوفرس لوك كارشوفرس لوك كنا بنشتغله عند نود أو Junction أو Win كان كل الكارنت اللي بيدخلوا النقطة دي قد الكارنت اللي بيخرج يعني في الإجزامبل ده I 1 IN فحطناها هنا I 2 IN حطناها برضو على الشمال لكن هناك حتى على يمين بتاع الإكوال I 4 عشان قوت و I 3 عشان قوت طيب كارشوف أو كارشوف فولتج لوك ده كان بيتطبق في لوب طب عشان يطبقوا في لوب دلوقتي زي الإجزامبل ده أنا لازم نبقى مكتفقين إمتى حط IR و إمتى حط IR إحنا أما بنلاقي لوب زي كده بنأسيوم فيها direction بنفترض فيها اتجاه سواء الاتجاه ده clock أو anti clock إمتى clock إمتى anti clock عادي زي ما تحب أنا لازم نبقى مكتفقين أنا لازم نبقى مكتفقين أنا لازم نبقى مكتفقين أنا لازم نبقى مكتفقين هنطلع في الأخد بنفس الإجزام فالأسامشن بتاعتك عيش فيها براحبة هنا مثلا هو فارضها إيه clock wise طيب لو لقيت resistance الكارنت اللي ماشي فيها في نفس اتجاه الأسامشن بتاعك في نفس الفرد اللي أنت فرده يبقى يبقى لكن لو لقيت إن الإجزامشن بتاعك عكس التجاه يبقى IR تتحط نيجاتيف ده كده الجزء بتاع إيه طب الجزء بتاع البتري لو حضرتك الفرد بتاعك ماشي من النيجاتيف للبوستيف يبقى البوستيف لو لقيت إن الفردية بتاعك ماشي من البوستيف للنيجاتيف يعني عكس الطبيعي يبقى انت هتحطها نيجاتيف يعني في الإجزامبل ده إحنا ماشيين كده البطارية دي إحنا ماشيين فيها من النيجاتيف للبوستيف تتحطى بوستيف ودي من النيجاتيف للبوستيف تتحطى بوستيف هنا وإحنا ماشيين لقينا الاتجاه اللي إحنا فردينه في نفس الاتجاه عشان كده IR الاثنين بوزيتيف تعالوا نبعد بقى نشوف على كيرشوف وبعد كده نروح على الأربع مسائل بتاع الكباسيتر تعالوا نشوف الأسئلة وزي ما قلنا هناخد الأول مثالين عمين قدام وبعد كده نخش في الأسئلة لفعل كباسيتر فخليك معايا أول حاجة هنا هو عايز قيمة الفي بي هنيجي نعمل هنا كي سي ال لتو أمبير دور داخلين والنص ده خارج يبقى التالت ده بكام اتنين أمبير ناحية الان ونص أمبير ناحية القوت وفيه اي هنا قوت هتطلع لك الاي دي بوان بوينت فايف يبقى الكارنت اللي ماشي هنا جوه الاربعة اوم دي لحد هنا بواحد بوينت فايف نعمل كي في ال وانا ليلة بفيت الكي في ال في الاتجاه ده عشان اخد البطارية دي بوزيتف واخد بالك من اول اي دي اي اي دي اللفة اللي انا لفت فيها دي مفيش بطاريات تاني غير دي فخلاص ناحية الشمال خلصت طيب الاربعة اوم فيها واحد ونص امبير ادي اي في ار وبالبوزيتف والتلاتة ماشي فيها الاتنين دي لان يعتبر الحتة دي كلها كده واير الواير ده فيه تلاتة اوم وفيه اتنين امبير وبردو بوزيتف تطلع ال VB باثناشر او بزيت فجر بريزنت بارت في الركترق سيركيت يفزى بوتنشال ديفرنس بتوين بوينت اي ام بي تلاتة كنا منيجى نحط فولتميتر ما بين او بي ونحطه تلاتة فولت وهو عايز بوتنشال ديفرنس عند اي هاير زن بي عشان كده الكرنت ماشي من البي عايز ال E M F بردو كنا هنيجى نمشي وكن يستحسن نخلي ال KVL في الحالة دي ماشي مع الكرنت فهناخد ناحية الشمال ال VHAT وناحية ال I R زي ما متفقين البطارية دي انا ماشي فيها من ال بوزيتف يبقى اخدها بوزيتف وما تنساش الثلاثة فولت دول تاخدهم معاك بوزيتف وال I في R اللي هي ثلاثة في ثلاثة وهم كمان بوزيتف عشان انا ماشي في نفس التجاه الكرنتر ثلاثة في ثلاثة بتسعة والثلاثة دي تروح بـ هتلاقي ان VB بستة فولت ايه اللي هيجد لو فيه كاباستور؟ ده كان سؤال الاخير في درس الكاباستور اللي هو اول درس في شفتر 4 وكان عايز ال I1 وكان عايز ال I3 الكاباستور ده اول ما يقفوا لي تشارجد هتلاقي ان الكرنت اللي ماشي في السيركول في النص ده بقى بزيرو يعني I2 بزيرو عشان كده هو ما سألكش عليها وبالتالي هتلاقي ان current 1 و current 3 اللي ماشيين في بقية السيركول يعتبر هم واحد I1 قد I3 يعني معنى كده ان الاجابات اللي تنفع هي B و D نعمل دلوقتي KVL في اللوب الكبيرة وهنمشي طبعا في اتجاه current عشان الدنيا توقف والبطارية توقف هلا ان احنا دي البطارية الوحيدة اللي عندنا وهلا ان الخمسة اوم اللي فوق والسبعة اوم اللي تحت 12 اوم ماشي فيهم I وما فيش اي resistance احنا البرانشر في النص ده ما جناش جنبه هنيجي نعمل 15 divided 12 ويطلع لك ان ال current بواحد وربع يبقى I1 و I3 بواحد وربع نعمل 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 طيب نعمل 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 هكذا اومل نعمل 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 كولوم. او بزيت فيجر شو بارتوف الكترك سيركيت اتمومنتوف كلوزنج الانتنستي كانت بتلاتة. خبالك هنا بيقولك اتمومنتوف كلوزنج السيركيت كان لسه فيه كارنت معدي. لكن في السؤال اللي فات ده مالكش اتمومنتوف كلوزنج يعني بعد شويتين. فعشان كده قلنا ان ده فوري تشارجت وان الكارنت تو ده بزيرو. قال لك اتمومنتوف تشارج على اي من البلتز كانت 15 ميكرو كولوم دي الكيو. عايز البوتينشات ديفرنس ما بين نقطتين اي و بي. عايز البوتينشات ديفرنس ما بين اي و بي. طيب دلوقتي قلنا هنمشي في اتجاه الكارنت. والكارنت اومدهن ب 3 امبير. مبدئيا عايزين يجيب الفولت اللي على الكاباستر. الفولت اللي على الكاباستر يبقى الكيو على سي. الكيو خمستاشر مايكرو ايه? والسي مكتوبة فوق بخمس. ويبقى فيه هنا تلاتة فولت. طيب اما نيجي نعمل كي في ال. نبدايين ال في دي هتتاخد بوزتف. والفي بتاعة التلاتة فولت اللي فوق الكاباستر دي احنا ماشيين من البوزتف للنيجاتف فهناخدها نيجاتف. البطارية ماشيين من النيجاتف للبوزتف فهناخدها بوزتف. ويبقى لي اي في ار. الاي بثلاتة والار بستة. الاجابة هتبقى ستة فولت. يبقى مش زي السؤال اللي فات كان فيه كارا انت ماشي. لا ده البرانش اللي فيه الكاباستر هيبقى فولت شارجد. وبالتالي اي فايف دي بكام اي فايف دي بزيرو. طيب كده ادي نودة هي. وادي نودة هي. يبقى اي فور. وي اي وان هما نفس الكارانت. اي فور. واي وان هما نفس الكارانت. واي فايف قلنا عليه بزيرو. طيب انا كده هنرجع لي كرشوف القديمة. اللي هي بتاعت شابتر وان. اللي هو عندي. تلاتة. او تلاتة واير او تلاتة اسلاك. كل واحدة فيها كارانت النون مجهول معرفوش. فهضطرنا اعمل واحدة كسيل واتنين كفيل. اول حاجة لو عملنا عند نودة سي دي. هتلاقي اي سري ده قوت. لكن اي تو ان. واي وان ان. يعني اكلنا اي وان. فلاس اي تو. ماينس اي سري بزيرو. طيب نعمل كفيل في اللوب اللي على الشمال دي. هناخد البطارية بوزيتف. اي سري مش مضروبة في حاجة. اي تو مضروبة في اربعة. يعني اربعة اي سري. اي تو سوري. يعني كده نقدر نجيب اي تو على طول هتوقع باثنين امبير. ما تنساش الاكويشن دي. طب لو جينا نعمل كفيل في اللوب دي. مبدئيا البطارية التسعة دي هتتاخد نيجاتف. في بطارية تاني اه التمانية هتتاخد بوزيتف. مفيش بطاريات تاني. اي سري كده كده مش هتدارف في حاجة. لكن اي وان اللي هي 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 اي فور دي قلنا. معاها ريزيسنس بثلاتة. يعني هي بقى ثلاثة اي وان. يعني هتبقى اي وان بنيجاتف وان اوفر سري امبير. طب ما انا كده معايا اي وان ومعايا اي تو اقدر حسب اي سري. فهعوض بدول هنا. هتطلع لك اي سري ب خمسة على ثلاثة امبير. كده انا معايا التلاثة الكارنت. كده يعتبر معايا الخمسة. لان اي سري اي وان و اي فور زي بعض. واحنا جبنا اي تو اي سري و اي فايف. تشارج اكموليتد على البليتس. فكده لازم نرجع نعمل كيفي ال في لوب يبقى فيها الكباسيتور ده. فولدتكن مثلا هعمله في اللوب اللي فوق دي عشان اخف شوية. طيب عايزين نجيب الفي اللي حواليه. مبدايا التمانية دي. احنا ماشيين فيها من النيجاتف للبوستف. هناخدها بوستف. والسبعة ماشيين فيها من البوستف للنيجاتف. هناخدها نيجاتف. ولو فرضنا ان الناحية دي نيجاتف. والناحية دي بوستف. يبقى هناخد الفي بتاعت الكباسيتور البوستف. عندنا اي فايف في تو. راحوا مع بعض. مفيش اي رزيسنس تاني في اللوب اللي احنا ماشيين فيها دي. فتلاقي الفي سي. يطلقى لك نيجاتف وان فولد. طالما تطلق نيجاتف وان. يبقى بقت اف هي البوستف والجي هي نيجاتف. عكس الكلام ان احنا كنا فرضينه فوق. طيب دلوقتي هو عايز اللي تشارج الكيو اكوال سي في. السي مكتوبة فوق بخمسة مايكرو. والفي جيبناها بوان يبقى دي خمسة مايكرو كولوم. وبيقول لك عايز ميني نيجاتف كباسيتور قلنا الجي بليت هو اللي هيبقى نيجاتف. دي الاسئلة بتاعت كرشوف اللي فيها الكباسيتور. يا رب تكونوا استفدتوا. والدنيا زوتت معاكو. الاسئلة دي محتاجة تعيد عليها مرة واثنين في يومين مختلفين لحد ما تثبت ان شاء الله. لو في حاجة مش اشتركوا في القناة واتولي على الواتساب. سلام عليكم.